يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي بذلك لأن الحجاج فيما سلف كانوا يتروون الماء لما بعده لعرفه ولمزدلفه والسنة في حق الحاج إن كان محلا يعني غير محرم وهذا يكون في حق المتمتع الذي أتى بعمرته ثم حل منها فهذا يسن في حقه أن يحرم بالحج في ضحى يوم التروية قبيل الزوال كما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإن منهم من كان متمتعا فلما جاء يوم التروية فإنهم أحرموا بالحج فيفعل كما فعل عند الميقات من الاغتسال التطيب يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يهل بالحج قائلا اللهم لبيك حجا ويلبي ثم إن السنة أيضا أن يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم عرفة يصلي الرباعية ركعتين ولا يجمع يصلي كل صلاة في وقتها يصليها في ميناء يصليها في ميناء نعم يصليها في ميناء هذه الليلة ليلة التاسع المبيت بها سنة بيجمع أهل العلم المبيت في ميناء المبيت بميناء ليلة التاسع لو تركه الحاج هذا �ản لا أحرج عليه لكن السنة أن يبيت بها تلك الليلة هذا باختصار ما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم التروية